لأول مرة اسعاد يونس بتكشف عن أسرار علاقتها بدرتها الفنانة شريهان اللي اتجوزت جزهة علاء الخواجة طب يا طارا قالت ايه؟ هي الحقيقة؟ قالت مفاجآت كتير جدا يلا بقى بنا نعرفها على المصرية اسعاد يونس قالت في لقاءها ببرنامج اي بي توكس اللي بيقدموا الإعلامي أنس بخش إنها في البداية اتعرضت لصدمة كبيرة جدا شعورها بالغيرة وكمان قعدت تعيق كتير وقعدت تفكر مع نفسها وقالت هل أنا مثالية للدرقة دي؟ طب أنا جميلت الجميلات؟ لا طبعا الرجل ده جوزي أنا بحترمه وبحترم تاريخه وكمان تفكيره هل ممكن أتخلى عن كونه يتجوز مقابل أن معايا كل الكنز ده؟ كمان فكرت في الأولاد مين أهم؟ أنا ولبني أنا كنت حريصة جدا أزبط كل حاجة وأملى كل الفجوايات في العلاقة أنا عشت وانبسط ولسه لحد دلوقتي مبسوطة ابتدتها ده لأن الموضوع أكبر بكتير من أن جوزي اتجوز واحدة تانية الظروف جمعتني أنا ودرتي لقيتها هي برضو رغم أنهم حبوا بعض ودخلوا يعني في الحكاية بتاعتهم إلا أنها شايلة لجوه قلبها قدر كبير من الاحترام وهي كمان هتخلف وهيبقى في شراك الدم بيننا وكان لازم أخلي الوضع ده مسالم ومتحضر أهم حاجة في الموضوع ده هو الأولاد وعشانهم كل شيء لازم يستجاب هي في الأول كانت متضايقة لأن الهجوم اللي كان عليها كان قوي جدا وكان عنده سبب قوي لتحمل الهجوم ده أنا ببص للأمور بشكل مختلف لو كانت بتحتاج حاجة بعملها لها ولو كنت طلبت منها عنيها كانت هتديها لي الظروف جمعتنا أنا حبيت إنسانيتها جدا وقدرتها جدا بسبب تحملها واسمودها قدام المصايب واحتياجنا لبعض كان لأن بنتها ما ينفعش يتربوا في وضع من الصح بقينا عيلة ورجلنا هو رئيسنا وأهدفنا ملخصة في أولادنا وبنعيش كلنا في حالة عائلية وسلام نفس كبير تصريحات طبعا هزة السوش الميديا لأن الأول مرة إسعاد يونس تتكلم عن شرهان وعن أسرار علاقتها بيها المهم هو اللي أنا في الكومنتات تفتكر إن دي أغرب علاقة عائلية في التاريخ واللي لأه واللي نرأيك في الكومنتات